السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زمي لكم محمد الغمري فرعة ثانية يعيك الطبيعية من بينها ان شاء الله انهاردة نشاهد مع بعض السكشن الخامس والسادس اول حالة السكشن الخامس زي متريك بريدج العنصر هنتكلم عنها انهاردة Determination of unknown resistance تعييم وقاومة غير معلومة Determination of specific resistance of تعييم وقاومة السلكة نفسه من الشكل اللي قدامنا دول وينزا جيلفانوميتر G show no deflection بافترض ان الجيلفانوميتر اللي قدامنا ده ما فيهوش اي انحراف هيبقى عندنا ال VAB بتساوي VAD وال VBC بيساوي VCD اول حاجة ال VAB اللي هو بيساوي ايه اللي هو بيساوي I1 في R1 بيساوي VAD اللي هو I2 في R3 دي المعدلة الاولى تاني معادلة عندنا اللي هو ال VBC بيساوي VCD يبقى I R2 بالساوي I2 R4 من المعدلتين يبقى I1 على R2 بالساوي I R3 على R4 تاني حاجة ان الكلام عنها وينزا جيلفانوميتر جيلفانوميتر يبقى عندك R1 على R2 بالساوي R3 على R4 بتساوي R1 على R2 من المعدلتين دول يبقى R1 بتساوي R2 في L1 على L2 يبقى عندنا هنا هنا السلوب بتساوي R2 خلي بالك R1 والعلاقة بينها وبين L1 والاتنين هنا علاقة طردية والسلوب بطلع R2 وبعدة جيلة هجيب من العلاقة اللي احنا خدناها ورا دي عايزين نجيب المقاومة طبعا مقاومة السلك عايزين نجيب المقاومة نوعية للسلك طبعا من العلاقة R بتساوي R2 على A هنا A اللي هو وبرده A ممكن تساوي YR تربية يبقى والل لو افترضنا اللي بتساوي 100 سنتي والر بتساوي 25 والر بتساوي 25 من الف هنعوض وهنجيب الرو اللي هي المقاومة النوعية للسلك كده خلصنا اول السكتشن اللي هو السكتشن الخامس السكتشن بسيط جدا نعيد عليه ثاني على السرية كده بعنوان زي بريدج هنعمل اول حاجة تعيين مقاومة غير معلومة وتعيين السكتشن تعيين مقاومة السلك طبعا اللي بتفترض اللي قدامنا ده مفوشن حراف يبقى VAB يساوي VAD يبقى IR واحد يساوي I2 R3 وده معادلة الاولى التاني معادلة هي بافتراض يساوي يبقى IR2 يساوي I2 R4 يبقى R1 على R2 بتساوي R3 على الرابعة بتساوي R1 على R2 يبقى R1 يبقى R2 في L1 على L2 من القانون دوت رسمنا شكل باني وهنجيب السلوب ساكل ايه شكل باني بين R1 و L1 على الاتنين طبعا السلوب هيبقى R2 والعلاقة هنا ترضية بين R1 و L1 على L2 بعدها هنجيب مقاومة السلك من العلاقة R بتساوي R في L على A وهنعود نجيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلو